اشتركوا في القناة منذ نشأة الدولة السعودية الحديثة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والمملكة العربية السعودية محور أساسا في المنطقة العربية والإسلامية نظرا لمركزها الديني وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتاريخها العريق فهي الدولة الرائدة وأبرز رواد العالم العربي والإسلامي وتلعب أدوارا غاية في الأهمية في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية سعت المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة لضمان استقرار اليمن على الصعيدين السياسي والاقتصادي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جميع نواحي الحياة إلا أن السياسة التي كان ينتهجها المخلوع علي عبدالله صالح لم تكن بالمستوى الذي يحقق طموحات وتطلعات شعبه من ناحية ويثمن مساعدات ومبادرات دول الجوار من ناحية أخرى فقام المخلوع صالح بدعم الميليشيات الحوثية ماليا وعسكريا وتمكنوا من فرض سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحاصرة الرئيس الشرعي عبدالربه منصور هادي داخل القصر الرئاسي ما اضطره إلى طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية لإنقاذ اليمن من الحركة الإرهابية الحوثية التي سعت إلى تنفيذ أجندة إيران في جنوب الجزيرة العربية لأجل زعزعة أمن المنطقة والهيمنة على الممرات المائية عبر التحكم بمضيق باب المندب في البحر الأحمر وتهديد الملاحات البحرية وبعد فشل الجهود السياسية ورض الحوثيين وصالح دعوة المملكة للحوار في الرياض استجابت المملكة العربية السعودية لنداء الشعب اليمني والرئيس الشرعي في التدخل العسكري من خلال قيام دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعملية عاصفة الحزم حيث شنن ضربات جوية محددة لمنع تقدم الحوثيين باتجاه مدينة عدن التي انتقل إليها الرئيس هادي وحكومته ولوضع حد للمناورات العسكرية الحوثية بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية ووعد مشروع إيران التوسعي في مهده بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن انتهاء عملية عاصفة الحزم في اليمن وتدمير الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة التي تشكل تهديدا لأمن السعودية والدول المجاورة والتي كانت بحوزة ميليشي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح أطلقت عملية إعادة الأمل والتي تهدف على العمل على سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واستمرار حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب والاستمرار في تيسير إجلاء الرعاية الأجانب وتكثيف المساعدات الإيقاثية والطبية للشعب اليمني إضافة إلى التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحلث معها ومنع وصول الأسلحة جواً وبحراً إلى الميليشيات الإنقلابية من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين ولم تقف جهود المملكة العربية السعودية عند هذا الحد فحسب بل أنشأت صرحاً من صروح الإنسانية شمل بخيره وعطائه أنحاء العالم بلا تمييز ولا من ولا حدود وهو مركز الملك سلمان للإغافة والأعمال الإنسانية وقدمت المملكة من خلاله لليمن وشعبه الأصيل كل دعم وتأييد من خلال مد الجسور الجوية والبرية والبحرية المتواصلة وتقديم الغذاء والدواء والإعانات الشاملة والإغاثات المتواصلة للشعب اليمني الشقيق